نعم يعني مساحتنا الطبية لليوم زينب رح نحكي فيها عن اختلاطات الجراحة التجميلية كيف بيشوفوا الناس وكيف ينظر لها المجتمع الفرق بين الخطأ الطبي والاختلاط الطبي كل هالأسئلة وهالتفاصيل أكيد رح يجعوبنا عنها الدكتور إياد كيال أخصائي في الجراحة العامة والتجميلية يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك صباح النور يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك دكتور يعني كنا عم نحكي تحت الهوى عم نسأله أسئلتنا المعتادة نحن كصبايا لدكتور خلينا نحكي بدايةنا دكتور عن ندبات العمل الجراحي أي عمل جراحي ممكن يخلف ندبات معينة لفترة بسيطة اليوم فخبرنا عن هاي الندبات قد يبدأ لتروح أو هي وفقا للعملية اللي بتكون موجودة اللي بشكل عام هذا الموضوع هو الشغل الشاغل عم بيكون لأغلب السيدات اللي عم يخضعوا لعمليات التجميل طبعا إحنا القاعدة المطلقة ما فيه أي عمل جراحي بدون ندبه تمام ولكن بالنسبة للندبات فيه مجموعة عامل بتتحكم فيها طبيعة الجسم بالدرجة الأولى هي العامل الأساسي طريقة الخياطة اللي بتتبع الجراح النوع الخيوط المستعمل عادة الدرجة الشد اللي بتطبق الجراح طبعا خلال العمل الجراحي كلها تمواضيع بتلعب دور نحن طبعا دائما كلما كانت الشد أكتر كلما كانت ندبة عمل الجراحي مع الأيام أعرض خلينا نقول أعرض وبتعاني طبعا من تغير لوني بالنسبة للون الجلد القريب منه فهذا الشيء مثل ما انتلك بظل هو شغل شاغل للسيدات المفروض برأيي الشخصي أنا أنه الست يعني تخضع لثقافي من قبل الطبيب طبعا قبل إجراء أي عمل جراحي تسألك للأسئلة بأنه طبعا ما في عمل جراحي بدون ما يكون فيه إله ندبة صحيح يعني في بعض المراجعات عند أغلب الأطباء يعني إذا ما كان الكل بتقلك أنا مثلا بدي أعمل عملية الشد الفلانية أوكي أنا ما بدي الجرحي يبين ما في جرحي إلا بيترك أثر لكن طبعا بالتقادم الندبة كلمالة بتخف إذا كان طبعا نحن كأطباء شغلين بالطريقة السليمة خلينا نسميها بعيدا عن ما يعني خلينا نقول طبيعة جسمهية المفروض أنت كطبيب بتعمل الشيء المطلوب منك والست أو الصبيب يكون عندها دي رعية بأنه هذا الجرح كلمال ومع الأيام رح يتحسن أكتر وأكتر أما لما بتشكل عندنا شيء اسمه الندبة المعيبة أكيد فيه إلى وسائل كتير للإصلاح سواء كان على مستوى مثلا الليزر فراكشنال أو حقم التريام السينيلون مثلا أو حتى إصلاح جراحي للندبة نفسه نعم حلو كتير دكتور يمكن هذا الحديث يمكن الندبة أهم الشيء دائما بتسأل عنه الصبية كول الشغل الشغل دائما للسيدات يعني ما بتفكر بجمارية النتيجة أما بتفكر بموضوع الندبة يعني بيراجعون نحن كتير مثلا عنده ترهل شديد بالبطن صحيح أوكي إنه موضوع بالنسبة لحد ما يعني خلينا نقول متصالحة معه نعم أوكي بدك تخلص أنت من هذا الترهل كلياته أي دكتور أنا ما بدي جرح كبير ما في شيء اسمه جرح كبير آه بيقوله شيء أحسن من شيء ظروف العمل الجرحي إيه لتفرض مدى الجرح طبيعة الجرحي كلياته طبعا مية بالمية دكتور في نقطة كتير مهمة لازم نسلط الضوء عليها وهي الاختلاطات اختلاطات العمليات التجميلية والفرق بينها وبين الخطاط هلأ إذا بدنا نحكي على الاختلاطات كاختلاطات فهو بحر كتير كبير أكيد تماما نحن نحكي على قضية علمية مهمة كتير تماما خلينا نقول نحن على تعاطي الناس مع الموضوع هذا ما يكون فيه تمييز حقيقي لحد الآن للأسف عنا خلينا نقول بشكل مبسط بلغة الشارع صحيح ما بين الاختلاط الطبي اللي هو الشيء مؤقت وما بين الخطأ الطبي اللي بيأدي خينا نقول لكي شوه دائم مثلا على سبيل المثال نحن ناخد كمثال مثلا عمليات شد الأشفان الشتر اللي بيصير بعد العمل الجراحي هو اختلاط غالبا قابل للإصلاح الشتر طبعا اللي بيكون لفترة مؤقتة أما الشتر الدائم فهو خطأ طبي طبعا في وسائل إصلاح ولكن هي ضمن حدود معينة بالأخير وبتتبع مثل ما أنا بنفس الوقت لمدى قناعة الست أو الصبيب بالنسبة للنتيجة اللي بديها هي أو الشيء اللي رسمته بيه بخياله مثلا بالنسبة للعمليات مثلا شد الوجه الرضع لأحد فروع العصب الوجه هذا اختلاط شائع مع أي طبيب ممكن أنه يصير وفترته مؤقتة مثلا شهرين بأسوأ الحاد ستة شهور مثلا أما أزية العصب الوجه فهي خطأ طبي لأن الأزية عادة تكون أزية دائمة هذا كان مستوى الفروع الرئيسي للعصب الوجه نرجع نقول لحد الآن ما عم يكون في عندنا نحن خلينا نقول بين الناس أو بلغة الشارع عفوان ثقافة حقيقية بالنسبة لهذا الموضوع الست اللي عم تتعرض لأي اختلاط نفترض مثلا بعد عمليات شفط العنق ممكن يصير رض أحيانا أحد فروع الرقبية للعصب الوجه الرض هذا ممكن يعطي وضعية ميلة للتم مثلا تمام تطلع الست متفاجئة بهالمنظر رغم أنه الطبيب يكون شرح ووضح بشكل واضح أنه هذا الشيء مؤقت مثلا فترته بالكتير شهرين بده يروح تمام يمكن خلال هالفترة هاي كلها تتما بتترك طبيب اللي بتراجعه لأجل هالموضوع هذا طبعا ما احترامي لكل زملاء الأطباء البعض يعني ما أنه بيبسط الموضوع مثلا بالنسبة للست ضارب لك العصب كلمة ضارب لك العصب هي مصطلح كتير كبير بالنسبة له هيك يعني بقرر هو كست عاملة تجميل أما وقت بتقله مثلا بسبب الشفط في عنا رضع العصب هذا الرض قابل للإصلاح لوحده تمام تختلف كتير بالنسبة للصبية أو للمراجعة يعني رؤيتها للنتيجة كيف بدها تكون حتى لقداما وتعطيم هذا الاختلاط طبعا نعم طيب دكتور يعني مثل ما حكيت دائما السيدة بشكل خاص تبحث عن النتيجة المثالية خلينا نقول وخاصة بما يتعلق بعمليات التجميل بالرغم من أنه كل شيء له إيجابيات له سلبيات يعني وخاصة عم نشوف هلأ في أوفرة بعمليات التجميل حتى رأي الطبيب يعني أحيانا ما بيرضى يعمل العملية لا بدها تعمل للسيدة خلينا نحكي اليوم في تحاليل دائما مطلوبة قبل أي عمل جراحي كمان ثقافة التحاليل عم يستهان فيها عن بعض السيدات خبرنا عن هاي النقطة هلأ بالنسبة برجع بول أنا لا أي مريضة بدها تخضع لأي عمل جراحي من ناحية تجميلية مو مشكلة طبعا التحاليل الاستشارات سواء كانت القلبية إذا عندها مشكلة قلبية الاستشارات الصدرية الدوائية شو الأدوية لازم تتوقف مثلا الاستشارات الغضية إذا عندها أي مرض غضي هاي واجب تعملها أي مريضة قبل العمل الجراحي الشغلة التانية التهيئة النفسية اللي بدها تكون للمريضة هي عاملة كتير 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 مهم تدخلها بجو العملية للأسف الباق كتير من المراجعين بيجوا محملين بأفكار سلبية مثلا على مستوى عمليات شفط الدهون مثلا كتير ناس عم تتوفى يعني لما أنت بتذكري مصطلح كتير ناس عم تتوفى معناته من أصل كل عشرة عنا خمسة عم يتوفوا وهذا شيء خطأ طبعا يعني هو اختلاط نادر جدا 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 ونحصل اختلاط الصم الدهنية بعد عمليات شفط فهو قابل للتدبير خلال العمل الجراحي نفسه طبعا إلا إذا لا سمح الله مثلا في عندنا نحن خيني نقول إهمال كتير مثلا من ناحية التخديرية وهذا شيء نادر جدا أنا برأيي الشخصي تهيئة النفسية غير أنك تحطها بجو العمل الجراحي تعطيها سقف لتوقعاتها لطموحها بعد العمل الجراحي تمام يعني في بعض الزملاء وما بعني لكل أكيد يعني ويمكن هنا قلة قليلة اللي بيعطي المريضة أحلام وردية بأنه أنت بشكل رح تطلعي بشكل آخر يختلف بالمطلق وهذا شيء خطأ خطأ أنت لما بتشرح دائما خطوات العمل الجراحي شو هي التدابير اللي بدك تعملها بعد العمل الجراحي التوصيات بقتلتزم فيها المريضة هم بتكون المريضة تعرف أنه أنا وقت بتدعمه الواحد اتنين فرح لقي نتيجة مثلا صحي تمام للأسف متل ما قلتلك عام يكون فيه كتير أخي نقول تبهير للموضوع يعني تمام لدرجة أن الست يعني بعد العمل الجراحي بتجي بتطلع إلا هو ما وعدني هيك الدكتور مثلا أنا قلت له بدي كذا وقال لي بعملك كذا مثلا دبعت شو الفكرة فهذا الموضوع أنا بحب كتير ركز عليه حط المريض الذئمة بسقف التوقعات شغلة ثالثة يعني نحن كتير من عالمنا طبعا برجع بول بواقعنا الاجتماعي هي تدخل المحيط بالعمل الجراحي التجميلي بالدرجة الأولى يعني عم يخضع التجميل بشكل عام عمل أي طبيب كان لتقييم الناس المقربين أو البعيدين من المريضة وهذا خطأ كتير كبير صحيح أنت مرجعتك الطبيب بالدرجة الأولى ثم نظرتك لنفسك أنت على المرآة بالدرجة الثانية مو بالضروري أنت تعيش بالجميع لحتى تأخذ الثناء مثلا من عمل الجراحي اللي أنت عملته مية بالمية تمام فبرجع بلك يعني هاي الشالات نحن نشوفه كيف ودائما شيء الأقرب للطبيعي هو بيكون دليل على اجتهاد الطبيب وشطاة ولكن يعني اللي برجع بلك نحن من تجاربنا الشخصين إذا بدنا نحكي في ناس وصلت لمرحلة الهواس نعم بالنسبة لأمور تجميلية هوس حقيقي هذا خطأ هذا شيء غير مقبول يعني هذا خطأ كله بيشبه بعضهم أبدا عندهم متعة بتلاقيهم تقريبا بدخول العملية هلأ صار يمكن الاختلاف دكتور هو الملفت للنظر بزحمة هال يعني أنا اللي عم شوفه هال الغالب صار بقا حاول يرجع لشيء من الطبيعة تقريبا نعم هون خلينا نحكي دكتور عن المقاربة النفسية للمريض التحاليل الواجب اتباعا قبل العمل الجراحي طبعا تحاليل معروفة تعداد الدم والصيغة ووظائف الكيلية الشوارد سكر الدم زمن النزف والتخسر وزمن البروترومبي هالدور هنا أشياء شيء وإذا فيه أي أشكال غضي مثل التحاليل غضي الدرقي تقساتش والتيفول أي بالنسبة للتحاليل وإن الاستشارات برجع بليك بالنسبة للمقاربة النفسية يعني هي بحاد ذاتها أنا بعتبرها أهم من العمل الجراح يعني كل مريضة بتراجعك ضمن الكلينيك أو ضمن السنتر مثلا هي بحاد ذاتها قضية نفسية مستقلة عن كل مراجعة أخرى الغالبي بيراجعون مثلا يعني والله جابي مع الصورة الفلانية أنا بدي مثل هاي يعني هي جاي باني كل طموح اللي بدأت تعمله على القاعدة المبنية على هاي الصورة هذا خطأ بحاد ذاتها لازم دائما أن برأي الشخصي المريضة تعزل حالة عن الوسط المحيط من ناحية السماع كأفكار بتجيع تمام مثلا أنا نفترض واحدة بدأت تعمل شط بطن غير أنه حكينا يعني الكلمة الشائعة كتار بتوفوا ما بعرف منها الأصص اللي بتتداول كتير طبعا بتلاقي دائما نمخوفين الألم شديد جدا بعد العملية بدك تعادي شهر كامل ما تتحرك شهر كامل ما بصير تأكل هذا خطأ هذا بحاد ذاته خطأ كبير خلاص ما رجعتك بهذا الموضوع هي الطبيب نفسه بدي يكون عمليات جراحة البدانة يعني هي طبعا كل العمليات اللي عم تجرى هون هي عمليات أكيد ماتعوبة عليها بدول برة والدراسات معمول عليها بدول برة نجي كمان لنفس الفكرة والله كل اللي عم يعملوا عمليات بدانة عم يرجع ويسمنوا طبعا هذا كلام مرفوض كلام عاري عن الصحة بالمطلق تمام هي عمليات جراحة البدانة أي أصل مادة أصل مادة طبعا تغيير المسار؟ حتى تغيير المسار يعني تمام ما عم يحكي بالنحة الشفط لسا لا عم بحكي كجراحة البدانة كجراحة نعم فمتل ما قدتلك بتجي منك كمان محملي بأفكار سلبية فلانة عملتها مثلا لنفترض ما عادت تقدر تاكل فلانة كذا فللأسف يعني عم ياخدوا حالة وحدة صحيح وعم يعمموها على الكل أنت طبعا كطبي برجعبو المفروض تعطي للمريضة الجانب المشرق الحقيقي من أي عمل جراحي تمام كتير نحن بنعاني حتى بالسيدات بموضوع مثلا الالتزام بعد العمل الجراحي بالنسبة لعمليات شد البطن مثلا الانحناء لمدة خمسة عشر يوم بدي يكون نعم تمام هذا ضروري الالتزام بالمشد تتفاجأي أنه مريضة عام العملية بتجي بعد أسبوع وقفة طب أنت بتعرف أنه فيه شد زايد على الجرح هذا وضعية الوقوف اللي أنت عم تاخديها أكيد بتخلي حواف الجرح تتباعد بصير في عنا تنخر شريحة بيفتح الجرح هي ما بتفتكر أنه هي بها الحالة هي ما التزمت بتعليمات الطبيب لا أنا عملت عند فلان وصار كذا تمام يعني مثل ما قلت لك حتى تقيد حقيقي من السيدات بالمتابعات بعد العمل الجراحي ما بتشوف نعم أنت كطبيب مثلا أوكي أجريت الجراحة الفلانية واجبك كطبيب المهني والأخلاقي أنك أنت تتابع المريضة بس نشوف نحن بنتفاجأ أنه في نسبة إهمال كبيرة عند المراجعين صحيح مثلا عفوا لو أطلت حليص أوكي المرمم الفلاني مثلا بتستعميل الجرح مثلا مرة واحدة باليوم تمام هذا الجرح بده شارلي حتى يبلش يتحسن مثلا ثلاثة شهور بكون نظر أفضل من هلأ تراجعك المريضة بعد أسبوع أو تحطط المرمم كل يوم أربع مرات طب ليه يعني فيه عندنا نحن درجات معينة بدنا نمشي فيها بالواقع المنطقي طبعا إيه كلها بتكون التصرفات هي من إيحاءات المحيطة اللي حواليها كثرة من المرمم بطيب الجرح بسرعة وهذا خطأ صحيح طيب دكتور بما أنه عم نحكي عن الجراحات التجميلية نوعا ما اللي بتخصها السيدات عم نشوف كثير أعمار صغيرة للأسف بتكون بشرة لسه الخلايا والهرمونات عم تنتج يمكن الأشراق وكل شي بتلاقيهم عم يتجوا للتجميل بعمليات يمكن مثل ما قالت شد قص الأشفان بعمر صغير مثلا مش شد الوش دقن هاي الأعمار ما إلى يعني محاذير معينة يعني العمليات التجميلية ما بتنعكس سلبا على الكبر إذا عملت بالصغر هلأ أنا راح وضح لك الصورة بشكل آخر هلأ نحنا دائما عندنا القاعدة نحنا نجمل ما هو جميل بالأساس وجميل فعلا لازم يكون جميل الروح قبل ما يكون جميل الشكل صحيح للأسف كتير من عمليات التجميل انتقلت من مرحلة التجميل لمرحلة الهوس ومرحلة التقليد أنا بدي أمفي مثل أنف فلاني مثلا تمام لأ أنا بدي أشد أشفاني مش هنأسحب عيني على طرف مثلا طبعا هو كله ممبرو الشي هذا الصور اللي عم شوفها على بواقع سوشيال ميديا وهي خلينا نقول أنه صور مو صحيحة بالمطلق هي كتير نسبة تغيير وإضاءة بهالموضوع هذا برجع بقول موضوع الصور بتشوف مثلا ليش أنا عندي مثلا فلاني ما عنده أنا بدي أشيلها مثلا تبعت عليش الفكرة بتفتكر هي إنو إذا عملت هذا الإجراء خلاص بدي تصير هي يعني فوتوكوبة عن الصورة اللي شافتها أو حتى في شغل كتير درجة دكتور أنا شكلي بالصور ما عم حبه يعني أهي شكلي بالصور ما عم حبه بدي أعمل كزا لحتى أطلع بالصورة حلوة طيب ما عليش الله هذا برأيي أنا الموضوع لا يبنت للتجميل كتير يعني صحيح يعني بهم أنت صورتك بالواقع تمام وبيتخيل أنا كمان بتقييم الشخصة يعني غالبيت لأطباء الغالبية طبعا بيرفض إجراء هيك عمليات بأعمال مبكرة اللي أحيانا تحت إصرار الصبية تحت إصرار الصبية إنو خلص هي بقناعتها إنو لازم هي بتحمل مسؤولية تعمل أنفلة تصير بتشبه كزا مثلا إذا عملت أنفلة بتطلع أجمل إذا عملت أشفانة بتطلع أجمل طبعا ونرجع منقول كله بالأخير عبارة عن تقليد نعم بالنسبة للأعمار الباكرة نعم أما بالنسبة لتأثير هيك عمليات مثلا على المدى البعيد معروف طبعا هلأ الجسم البشري بشكلها كل سنة عن سنة بيتغير صحيح تمام بالذات شد الأشفان هي عملية تتبع داعي الطبي أكتر ما تتبع داعي التجميلة صحيح يعني وذالبيل بيراجوا مثلا بأعمار متقدمة أو إذا فيش اسمه الانتفاخ الشحمي الأكياس الشحمية بيكون موجود خاصة بلأت تحت الأشفان السفلية كتير نحن بنشوفها أنه بأعمار مبكرة بتكون بارزة بشكل ظاهر ممكن هذا يسبب إحراج مثلا للصبية في المجتمع تبعها فهون بيكون نخضوه لعمل جراحي لإذات الأكياس الدهنية بالدرجة الأولى دون ما تخضع على شد بالمعنى الحقيقي تمام يعني بحسب الاحتياج وبحسب حالة خلينا نقول المريض تضعوا العمليات التجميلية لقد كان أكتر من السيدات نحن ما في غير عم نحكي على السيدات في رجال لسه أكتر رجال هلأ مقبلين أكتر وبتعموا البوتوكس وفيلرز حتى يعني عم نشوف كتير دارج هذا الموضوع فقدين مدة الزمنية بين العملية والتانية هلأ شوفي بالنسبة للتجميل عند الرجال ومقارنته بالتجميل عند النساء هلأ أصص الحقل بشكل عام البوتوكس أو الفيلرز مثلا هلأ هي شيء حضاري أكيد بالأخير هي شيء حضاري تأخر ظهور تأخر ظهور علامات العمر طبعا في نسبة جيدة هلأ من الرجال بشكل عام تخضع العمليات الشد خاصة بالنسبة للوشور منطقة العنق طبعا يعني بالأخير ما أحد بحب أنه هو يكبر حلو أكيد ولكن فرق الزمن أنت سؤالك أنه بين كل عملية والتانية نرجع من الأول يعني هلأ مجموعة العام بتحكم فيها درجة التراهل اللي بتصير إذا بنحكي مثلا عن مستوى الوجه والعنق أكثر شيء نسبة التراهل اللي بتصير هي بالدرجة الأولى بتتحكم بها الموضوع هذا ما في عندك أي عامل تاني ممكن يأثر ونرجع من قول كمان مدى قناعة الشخص بشكله هو مدى قناعةه بشكله هو يعني هلأ في كتير ناس مثلا بتراجعك بتقلك أنا بدي شد وشه ورقبتي مثلا ما بدي شد الأشفان رغما بالطالع أنه تراهل الأشفان عنده واضح جدا واضح تمام بيركزوا لا بدي شد الوجه والعنق أنا مثلا بدي أترك الأشفان بعد ما يأمل العملية بيتفاجأ أنه طبعا الوجه هو العنق أخذ منظر شبابي بس الأشفان شو عم يكونوا منظر خين أقول مغاير للشيء الموجود مية بالمية بيرجعوا بعد فترة بيعملوا الأشفان فبرجع بلك بالنسبة للقصص هي بالذات تتبع قناعة المريض بالدرجة الأولى بالشكل اللي يكون بس الطبيبي بيمصح برجع بلك رأي الشخصي كل طبيب لازم وأنا متأكد كل زمانة أنا بينصحوا بالشيء الصح نعم كلهم بينصحوا بالشيء الصح بس برجع بلك تقبل الآخر اللي هو المريض أو المريض المراجع على الطبيب لأفكار الطبيب أو للشيء اللي بشرحه الطبيب نعم هون الاختلاق دكتور هل عم لاحظ أغلب العمليات التجميلية عم تكون بالتخدير الموضعي يعني هل عم يغني التخدير الموضع عن بعض العمليات مثل القص الأشفان مثلا بعض العمليات البسيطة ولا ممكن يصير لعمليات كبيرة كمان هلأ برجع بقول نحن طبعا التطور العلمي اللي كان كان التخدير الموضعي قبل التخدير العام فأغلبية الجراحات تجرب التخدير الموضعي طبعا برجع بقول كل مريض الحالة الصحية تبعا تلعب دور كتير كبير نحن ليش مثلا العمليات الأشفان كمثال بسيط من الجالة بالتخدير الموضعي موضعي لحد الآن بيراجعوك المرضى مثلا محملين بأفكار أنه والله أنا مثلا إذا رح تتخدر التخدير عام فما رح أصح نحن صح أها يعني شوفي هاي بصراحة نقطة كتير سلبيا رغم أن كفاءات أطباء التخدير موجودة عنا بالبلد رائعة جدا رائعة جدا تمام برجع بلك وقت بصير في أي خطأ طبي غير مقصود ما في طبيب أنا برأي الشخص بيتعمد الخطأ أكيد أو بيأثر بشغله أكيد لا بصير خطأ طبي غير مقصود بحادث معين مثلا عم يتعمن بشكل سلبي كتير نعم هاي الفكرة فقلت لك اللجوء للتخدير الموضع عم يكون بالدرجة الأولى نرضي هالناس هذول اللي هني عندهم قناع زفاتوا على العملية ما رح يصحهم للتخدير اللي عم للأسف طبعا نعم دكتور يعني هيك مع هالمعلومات القيمة اللي قدمت لنا يا هام ننشكرك كتير ننشكر وجودك معنا وأكيد حيكون لنا وقفات تانية لمواضيع تانية يمكن لأنه كل فكرة حكينا عنها فهي بتتحمل أكيد نقدر نحنا نحط لها كتير أسئلة وحضرتك جاوبنا عليها نورت صباحنا وأهلا وسهلا في صهات صباح يا أهلا وسهلا شكرا على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها شكرا إليك دكتور أهلا وسهلا